المسائية من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوين ملفات هذه الليلة بوتن يرد سريعا على قرار ترامب ويعلق المشاركة بمواهدة الصواريخ متوسطة المدى فهل يدخل القطبان في سباق تسلح جديد التنافس على كأس آسيا يبرز مجددا حجم الخلاف الخليجي وانسياق المواطنين وراء قادتهم في زيادة التنافر فيما الأبواب مشرعة أمام إسرائيل معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى خلبت صراعا جديدة بين روسيا والولايات المتحدة الرئيس الروسي فلادمر بوتن أعلن تعليق مشاركة موسكو في المغاهدة بعيد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منها تطورات طرحت معها سريعا مسألة إعادة إطلاق سباق التسلح بين القوتين العظميين وسط قلق أوروبي من انهيار المغاهدة ورفض صيني للتنصل لتنصل واشنطن من التزامات العام 1987 وفي المسائية نتوقف أيضا عند ظاهرة غريبة ترسيها بعض الأنظمة العربية تجاه أنظمة أخرى اختلفت معها في السياسة ليتحول خلاف الدولتين إلى حالة عداء مطلق وتنافر وتباعد بين الشعوب العربية تستهدفهم بشكل مباشر على أكثر من صعيد على سبيل المثال كان غريبا إعلان أبرز صحيفة إماراتية خسارة اليابان في نهاي كأس آسيا من دون الإشارة إلى الرابح وهو المنتخب القطري في محاولة واضحة لعدم الاعتراف بالدوحة وتجاهل مشاعر القطريين الذين منعوا من القدوم إلى أبوظبي لتشجيع منتخبهم فيما المفارقة أن الإمارات وغيرها من دول خليجية تستقبل وفودا إسرائيلية بالورود ورفع العلم الإسرائيلي على إنغام عزف نشيدة الأبيب في العواصم الخليجية في المسائية نناقش أبعاد هذه الثقافة الخطيرة والسائدة في عالمنا العربي وإذا كانت قطر ضحية لها اليوم من قبل أشقائها في الخليج فهي نفسها كانت أحد المساهمين في إرسائها حين شرعت حملة عداء على سوريا شعبا وأرضا وعلما ومؤسسات في ملفنا الأول أعلن الرئيس الروسي فلادمر بوتن تعليق بلاد مشاركته في معادة الصواريخ ردا على القرار الأمريكي بالانسحاب منها وقال بوتن أن بلاده ستبدأ العمل على تطوير صاروخ صوتي أرضي متوسط المدى وأضف أن مبادرة بلاده للحد من التسلح لم تلقى الدعم من الشركاء الذين يبحثون عن وسائل رسمية لتفكيك نظام الأمن العالمي كم أقال وأشار إلى أن روسيا لن تنشر الصواريخ متوسطة المدى والقصيرة في العالم حتى ظهور مثيل لها لدى الجانب الأمريكي سنقدم استجابة شبيهة بالمرئات لقد أعلن الشركاء الأمريكيون أنهم يعلقون مشاركتهم في الصفقة ونحن نعلقها كذلك لقد أعلنوا أنهم سيشاركون في برامج البحث والتطوير وسنفعل الشيء نفسه لكني أود أن أوجه انتباهكم إلى حقيقة أننا ينبغي أن لا نشارك ولا نشارك في سباق تسلح مكلف بوتن أكد أن روسيا ستنتظر إلى حين استعداد الولايات المتحدة لإجراء حوار متكافئ وجوهري بشأن مسألة نزع السلاح أود تأكيد ما يلي أطلب من وزارتي الخارجية والدفاع النظرة في المبادئ التوجهية التالية كل اقتراحاتنا في هذا المجال ما زالت مطروحة وأبواب المفاوضات مفتوحة دعونا ننتظر حتى يكون شركاؤنا على استعداد لحوار متساوء ومفيد حول هذه القضية وهو أمر مهم للغاية لنا ولشركائنا وللعالم ككل لمناقشة هذا الملف معنا من العاصمة الأردنية عمان الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية لواء الدكتور فايز دويري وأيضا من واشنطن السشار السياسي لمركز ميريديان للدراسات الاستراتيجية سيد خالد صفوري معنا أيضا من العاصمة العراقية بغداد هذا الخبير في الشؤون العسكرية والسياسية دكتور أمير الساعدي حيكم ضيوفي الثلاثة أبدأ من عمان مع اللواء الدكتور فايز دويري حول المواقف الروسية المواقف الدولية من تعليق هذه المعاهدة أولا أريد أن أسأل بالشكل دكتور دويري لماذا استخدام التعليق وليس الانسحاب لماذا كلا الطرفين أمريكا وروسيا لم يقولا انتهت المعاهدة انتهى هذا الاتفاق بل قالوا أننا نعلقها فقط يعني هي من أجل إبقاء نافذة مفتوحة لإحتمالية التوصل إلى اتفاق يجنب الانسحاب الكل المطلق هي إجراءات الانسحاب تحتاج إلى ستة أشهر وبالتالي كلا الطرفين يعني خاصة الجانب الروسي يسعى جاهدا والاتحاد الأوروبي لتجنب مخاطر الانزلاق نحو تصعيد نووي جديد والدخول في حرب باردة لهذا السبب كانت روسيا من البداية يعني حتى في كلمات الرئيس الروسي عندما قال يعني نعلق كذلك ولكن نبقي لعل الجانب الآخر يكون أكثر نضجا وبالتالي هو لا يزال يراهن على عودة أمريكية من أجل الوصول إلى اتفاق لكن يبدو أن القرار الأمريكي لا ينبع فقط من خلال الانسحاب من هذه المعاهدة لأنه يطمح في معاهدة متعددة الأطراف يعني الآن الاهتمام الأمريكي لا أقلل من شأن والخطورة على أوروبا من إلغاء معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى ولكن دخل لاعبين جدد على الساحة الآن اللاعب الرئيسي هي الصين وقناة تايوان وبالتالي سعي الأمريكي لنشر صواريخ قصيرة المدى ومتوسطة في تلك المنطقة هناك كوريا الشمالية هناك اليابان هناك الهند هناك الباكستان هناك إسرائيل هناك مجموعة كبيرة من الدول تسعى أمريكا باستثناء إسرائيل طبعا لأن إسرائيل تعتبر جزء الولاية 51 الأمريكية إذن هي تحاول أن تنظر إلى القارة الآسيوية لأنها ترى أن ميدان الصراع القادم هو في قارة آسيا في منطقة بحر الصين خاصة أن الصين مرشحة خلال عقدين من الزمن أن تصبح القوة الاقتصادية رقم واحد في العالم وهي بطبيعة الأحوال تطور صواريخ من هذا أو تقريبا 90% من صواريخ الصينية هي صواريخ متوسطة المدى التي تقوم الصين بتطويرها اسمح لي نأخذ رأيي الأستاذ خالد صفوري في واشنطن بمسألة التهم أو الذريعة التي استخدمتها واشنطن لتعليق العمل بهذه المعاهدة وهي أن روسيا لم تلتزم بها هل هذا هو السبب فعلا أم أن هناك ثمة أسباب أخرى لا هو السبب فعلا وأعتقد أن الرئيس الأمريكي أجبر على الالتزام بقرار الجهات الأمنية والدفاعية في الولايات المتحدة الولايات المتحدة اشتكت ومنذ أكثر من سنة أن روسيا تخادع في موضوع أو تخرج هذا الاتفاق بشكل مستمر وتقوم ببناء قوة صاروخية خارج أو في خرق للاتفاق الأصلي ولهذا هناك مطالب كان هناك ضغوط على إدارة الرئيس ترامب بأن تقوم بإلغاء المعاهدة أو تجميدة من أجل إجبار روسيا على مناقشة معاهدة جديدة وأعتقد أن الموضوع تأخر كان متوقع أن يتم تجميدة وإلغاء المعاهدة منذ الصيف الماضي فهي الآن جاءت كان هناك تهديدات في إلغاءها وتجميدها لفترة طويلة فهو الآن جاء الموضوع إلى هذه الدرجة وروسيا طبعا تحاول أن تلعب في هذا الإلغاء بأنه أعلن بوتين أنه طلب من الأجهزة الدفاعية الروسية أن تقوم ببناء صاروخ متوسطة الآن يعتبر أن الولايات المتحدة أعلن تجميد المعاهدة فكل طرف يحاول أن يحقق نقاط من أجل حصول على مكسر أفضل ماذا تقول سيد خالد عندما يبدو الأمر بأنه متعلق بالصين أكثر من هذا ما أشار إليه اللواء فايز في عمان المسألة العيون الأمريكية على الصين على المحيط الهادي أكثر وعدم الالتزام الروسي هو الذريعة لا شك في ذلك حقيقة الصين تقوم ببناء قوتها العسكرية وبهدوء تام وتنتشر في أنحاء العالم وفي الكثير من الأحيان في مناطق تعتبرها الولايات المتحدة ضمن مناطق نفوذها في أفريقيا الصين بدأت تنشر وجود حتى من خلال رجال الأعمال لها نفوذ سياسي ووجود عسكري رمزي في كثير من الدول فأعتقد أن الولايات المتحدة معنية وكثير من المحللين العسكريين أمريكيين وحتى قيادة الكونجرس الأمريكي تقول أن الخطر القادم على الولايات المتحدة والصين وليس روسيا وأن الخشة الحقيقية هي تأتي من الصين وليس من روسيا روسيا هناك مناطق خلاف تقريبا في شرق أوروبا لكن مناطق الخلاف مع الصين هي مناطق شاسعة في كل حوض المحيطة هذه التي تحاول الصين أن تفرض هيمنتها عليها يعني بناء القواعد أو بناء حتى جزر صناعية ضمن الحدود المائية للفلبين هي أحد من نقاط التضارب بين الولايات المتحدة باعتبار أنه لها قواعد في الفلبين وتعتبر الفلبين ضمن مناطق نفوذها بالتالي هذا وارد جدا وفي الظاهر هو خلاف مع روسيا لكن أعتقد أن الولايات المتحدة تريد إجبار كل الأطراف على الاتفاق على معاهدة جديدة تشمل كل الأطراف المعنية لكن هذا ممكن الأطراف التي عددها اللواء فايز في الأردن التي تمتلك هذا النوع من الصواريخ هي أطراف متناقضة فيما بينها الهند باكستان على سبيل المثال إسرائيل دول كثيرة الصين دول كثيرة باتت تملك هذه الصواريخ وبالتالي هل فعلا واقعية أن يكون هناك معاهدة متعددة للأطراف دولية بهذا الشكل هذا موضوع سيكون معقد جدا ومن الصعب جدا أصلا الولايات المتحدة لديها أدت نقاط خلاف مع الصين وهي تعجز حتى في أن تجد حل في موضوع التبادل التجاري والأزمة التجارية بين البلدين التي أثرت بشكل سلبي جدا على الاقتصاد الصين ومتوقع أن تؤثر بشكل سلبي حتى على الاقتصاد الأمريكي فهناك عدة جبهات في الصراع الأمريكي الصيني ولهذا أنا أعتقد أن من المستبعد أن تقبل الصين بأن تخضع الاتفاقية الجديدة لم تكن هي أصلا طرفا فيها طرفا فيها طيب اسمح لي نعم اسمح لي أخذ رأي الدكتور أمير الساعدي في بغداد دكتور الساعدي في بغداد مباشرة بعد إعلان الولايات المتحدة التعليق هذه المعاهدة بدأ الحديث فورا عن الخوف من سباق تسلح في العالم يؤثر في الأمن العالمي هل تعتقد بأن الظروف الدولية الراهنة مواتية البيئة الدولية الحالية مواتية لإطلاق مثل هذا السباق وما هي مخاطره مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكرام من عمان من واشنطن وعلى كل مشاهدي قناة الميادين أينما كانوا طبعا أنه لاحظ دعني أذكر أولا حتى أربط الشيء بالشيء بين سؤالك الأول والثاني لضيفك الكريمين موضعة سيد ترامب واستراتيجية للأمن القومي التي أتى على ذكر أمريكا أولا وكان أول أعداها هي الصين ثم روسيا الاتحادية وهكذا دا وليك من باقي تداعيات أعداء الولايات المتحدة الأمريكية التي وضعها على خارطة طريقة السيد ترامب حتى يثير هذه الزوبعة هناك بندين مهمين أنا أراهم وفق تصوري والقراءة لما يجري على الساحة أولا إبعاد شبهة عن السيد ترامب بعملية التعاضد التي ما زالت لحد الآن داخليا تثار ضد السيد ترامب بالتعاضد أو التقارب أو الدعم الروسي لانتخابات في عام 2016 الأمر الآخر وهذا الأمر الثاني الذي يخص في المحور الخارجي هو محاولة إرغام أذكر إرغام أو استخدام العصى والجزرة أمام الاتحاد الأوروبي مرة أخرى لأنه من سيكون ساحة التصعيد أو ساحة الخطر التي يمكن أن تتقاطع بها عملية التسلح بين الطرفين الروسي والأمريكي الذي استوجب من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو أن يعقد اجتماعا في بخارست حتى ينظر متى داعيات هذا الأمر وبهذا نرى أصبح لزاما حتى لا يشكل الجيش الملعود للاتحاد الأوروبي والدعم سيد ماكرو وسيدة ميركل لعملية المضي في تشكيل هذا الجيش الموحد يلزم تلك الأطراف أن ترجع مرة أخرى إلى الحضم الأمريكي الذي ما زال يلوح الآن في عصى زيادة خطر التسلح الروسي في المنطقة وأذكر بأن هذا الجيش حسب ما طرحت الاتحاد الأوروبي هو لم يكن فقط لعملية التخلي من وراء الأتوات التي أراد أن يفرضها سيد ترامب على أوروبا بل أيضا التلويح هكذا لوحة أوروبا بأن تريد أن تواجه خطر روسيا الاتحادية أولا وبالمقاربة بين الأوروباء الأوروبيين قادرين على اللحاق أصبح إثارة هذا الموضوع الأوروبيين بتقدير الخيارات المطروحة أمامهم هم قادرين على اللحاق بهذا السباق هل يمكن أن يطلق طموحات ومراجع الدول أيضا لاتفاقيات طويلة قيدتها في هذا المجال هنا ربما لا أعرف إذا كان ساقف هذا التوقع والسؤال يكون كبيرا ولكن دولة مثل ألمانيا على سبيل المثال يمكن أن تفكر أن تدافع عن نفسها طبعا حتى نكون أكثر براغماتية مع ما يجر على الساحة الأوروبية دعنا أذكر أن لديه قد تكون استشراف قد يكون به نوعا من الاختلاف عن ما طرح بعض الخبراء والمراقبين في موضوعات إثارة زوبعة وأزمة السطرات الصفر لحد هذه الساعة قد يكون محركة من طرفين خارجين هي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية كلهما يستفاد من هذا الأمر حتى يضرب أقل على أقل تقدير يعني أريد أن نفصل في هذا الموضوع لأن خارج إطار محور أسئلتنا موضوعاته وتشكيل هذا الجيش المعود للولايات المتحدة الأمريكية التي لا تعاكس وتعارضها حتى لا تعطي فسحة لا لألمانيا ولا إلى أوروبا وذكر بأن هذه الأزمة وانتفاضة الشارع الأوروبي جرت سحبت إلى بلجيكا وهولندا وكان منها ممكن أن تنسحب إلى دول أخرى فيما بعد لكن وقفت عد حدها لمحاولة تلك الأطراف جمع هذه الشتات والوقوف بوجه هذه التحديات وحتى نربط الشيء بشيء لا تستطيع لا الفرنسا وحدها ولا ألمانيا وحدها أن تقوم هذا الأمر مع التذكير بأن قواعد الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت هي من توفر في جانب أو بعض الجانب هذه الحماية التي الآن يراد أن تنسلخ منها أحسنت وهكذا أراد السيد ترامب في عدة لقاءات وآخرة كانت في القمة العشرين بفرض محاولة فرض إعادة جدول المبالغ التي تقدم لحلف النيتو وليقدم مقابل من هذا الأمن القومي الأوروبي وبهذا أصبح الزمن الآن أن نراجع ماذا يجري على الساحة دعنا نتكلم أين نحن من هذا التصعيد ما زلنا نحن أيضا طرفا قريبا يعني مع قرب تقاطعات منطقة الطاقة وأولها أذكر قد يكون للأسف أقول هذا الأمر إيران أحد الأطراف التي سيضغط عليه فيما بعد في عملية التصعيد وعادة الرؤية أو تعديل لأن ما زال التصعيد أوروبيا وأمريكيا هو الصواريخ الباليستية قصيرة المدى لإيران في هذا الأمر ويمكن أن يجر وهذا يعني رؤية الشخصية حتى لا نتحدث نفعة واحدة أنت تتحدث الآن عن إيران والآن قبل اللحظات والحن نتكلم كانت تصريحات تأتي من طهران لنائب قائد الحرسة الثوري الإيراني يقول لا أحد يكلمنا في موضوع الصواريخ بعد الآن اسمح لي نعرض هذا التقرير ضيوفي ثم نعود مرة أخرى للنقاش رأياني يتنازعان تفسير الهدف الذي رمت إليه واشنطن من وراء تعليق مشاركتها في معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى الثنائية مع موسك الأول يقول إن إدارة دونالد ترامب اللاهثة وسط أزماتها من العراق إلى كاركاس تبحث عن نافذة تستعيد عبرها أنفاسها وتعود إلى الإمساك بدفة المسرح العالمي من زاوية التهويل والتوتير ضد موسكو إضافة إلى ترويض أوروبا الرأي الثاني يرى في الخطوة الأمريكية استعراضا يهدف إلى جر موسكو إلى مفاوضة على معاهدة جديدة وربطها بملفات المواجهة على أكثر من صعيد في مطلق الأحوال فإنما أقدم عليه دونالد ترامب والرد بالمثل من قبل موسكو يشيران إلى اقتراب القوتين العظميين أكثر من الخط الأحمر المرسومي للمواجهة الخطرة عتبة حالة المعاهدة الموقعة عام سبعة وثمانين من القرن الماضي دون اجتيازها يوم كان بعض التوازن يحكم العالم إلا أنها مع ترامب صاحب العقل المغامر وغير المتوازن بحسب وصف من عمل معه عن قرب تثير رعب المراقبين ولسيما أن الأمن القومي الأمريكي يدار بعقلية جون بولتون المعروف باستراتيجيته الهجومية الشرسة عندما أوحد تحركات واشنطن باحتمال العدوان العسكري على كاركاس حليفة موسكو لم يتأخر الكرملين في رفع البطاقة الحمراء فكيف إذا ظهرت صواريخ توماهوك الأمريكية المجهزة بمعدات نووية في مواجهة روسيا والمرجح أن تضغط واشنطن لنشرها في أوروبا سؤال مقلق يعرف عقلاء العالم كلفته الكارثية في حال أخطأت إدارة ترامب الحسابة ولسيما أن ننسحبها من المعاهدة الآنفة الذكر سيتيح لها الانطلاق إلى تطوير أسلحة أشد فتكا في سياق خيارات محمومة للهيمنة على العالم عودة من جديد إلى ضيوف سيادة اللواء فايز دويري أثار الدكتور أمير السعيد العديد من النقاط لك نسمح لي أن أبدأ بالنقطة المتعلقة بالمنطقة على وقع هذه التصريحات التي تتوالى الآن من إيران وهي الآن على الشاشة مباشرة وفي تصريح مهم بعد قول أن لا أحد يحدثنا حول الصواريخ يقول إذا سعت الدول الأوروبية إلى محاولة نزع الصواريخ سنجبر على اتخاذ خطوة استراتيجية هل تعتقد أن هذه لها علاقة بما كنا نتحدث فيه عن أن كثير من الأطراف الإقليمية كثير من الدول سيجعلها أو ستنظر إلى انفراط عقد هذه المعاهدة على أنها ستصبح لديها هامش أكثر من الحرية يا سيد يعني أولا دعني أشير إلى نقطة هناك عودة روسية محمومة إلى منطقة الشرق الأوسط وبالتالي لأنها تحاول أن تضمن مصالحها في المنطقة وتنتزع لا أقول الهيمن الأمريكية على المنطقة إنما مقاسمة أمريكا بنفوذ معين الآن إذا عدنا إلى عملية تصدير السلاح أمريكا تسيطر على 36% من تجارة السلاح العالمية ارتفعت حصة روسيا إلى 27% عقدت صفقات بعشرات المليارات بدءا من إيران إلى الإمارات إلى السعودية إلى قطر إلى تركيا وبالتالي تركيا عقدت صفقة صواريخ S-400 وهذا ما أطلق البنتاجون وقدموا عروض بديلة باتريوت وغير ذلك لكن دعني أشير إلى نقطة أخرى هذا مؤشر على عودة روسية لإلغاء مفهوم أو مصطلح أحادية القطبية يضاف إلى ذلك إذا عدنا عندما عاد الرئيس بوتين إلى السلطة في المرة الثانية ماذا كان أول مشروع تباشر به؟ معاهدة شانجهاي وملخص معاهدة شانجهاي هو إلغاء أحادية القطبية يعني يجب أن ننظر إلى عالم متعدد الأقطاب وليس ثناء القطبية على الأقل قطب صيني، قطب روسي، قطب أمريكي هذا ما لا تقبل بها أمريكا وبالتالي عندما تتحدث الآن عن تعليق ومن ثم انسحاب هي تحاول أن تجر روسيا إلى سباق تسلح على غرار الرئيس ريجل في ثمانينات القرن الماضي عندما طرح مصطلح حرب النجوم وبالتالي ساعد في تفكك الاتحاد السوفيتي وأجبر قرباتشوف وبعد سنوات من الرفض الروسي إلى الرضوخ لكن ألا تلاحظ معي سيادة اللواء بأن الولايات المتحدة الأمريكية في عهد إدارة ترامب تنسحب من كل المعاهدات التي تربطها فيها شراكات مع الدول سواء كانت المعاهدات المتعلقة بالبيئة بالمناخ التجارة مع المعاهدات التجارية الشراكة التجارية مع الصين مع أوروبا كادت تنسحب من حلف النيتو إذا لم تلتزم الدول الأوروبية بدفعها الاتفاق النووي مع إيران بمعنى أن البعض يقول بأن الأمريكيون ينكفئون إلى حدود أمريكا وما يحدث الآن على العكس هم لا يريدون نفوذا أوسع في العالم إنما يريدون أمريكا فقط يا سيدي نعم انسحبت من اتفاقية المناخ انسحبت قبلها من معاهدة ستارت اثنيك انسحبت الآن أو علقت اتفاقية الأسلحة المتوسطة والقصيرة ولكن يقابل هذا الرأي رأي آخر قبل عدة سنوات أمريكا طرحت في أيام عهد الصقور وعهد بوش طرحت مصطرح الحدود الشفافة والنظرية الحدود الشفافة والحدود الشفافة هي أن الحدود السياسية للدول ليس لها كينونة على الجغرافيا تنظر لها فقط كخطوط على خارطة العالم وبالتالي هي تسعى إلى تطبيق سياساتها لاحظ ما يجرى في كراكاس الآن في فنزويلا هذه هي سياسة الحدود الشفافة أي أن أمريكا لا تزال تنظر إلى الحدود السياسية ليست كينونة أرضية بقدر ما هي خطوط على الخرائط يضاف إلى ذلك فقط دعني أشيرها لنقطة واحدة هي كانت تسعى لإعادة تجربة ريجن بجر روسيا كما جرى الانتحاد السوفيتي إلى سباق تسلح لا يقوى الاقتصاد الروسي الحالي على تحمله وبالتالي لاحظ الرد الروسي في هذا اليوم كان واضحا بأنه نعم سنعمل على التطوير ضمن حدود الموازنة الدفاع الحالية وليس سباق تسلح مفتوح الفضاء علينا أن نقر بأن موازنة الدفاع الروسية سبا وستين مليار بينما موازنة الدفاع الأمريكي ستمية وسبا وستين مليار حتى بالوقت المتبقي من الملف نسأل ضيوفنا دكتور الصفوري في واشنطن أخذ رأيك طبعا بالمساء التي ترحناها تحديدا موضوع ستارت 2 تنتهي بالـ 2021 الكل يوم يتحدث عن ستارت 2 بأنه أصبح الانسحاب منها حاصل تحصيل هل تعتقد ذلك صحيحا طبعا وارد وأنا أريد الضيوف على أن الولايات المتحدة تنسحب من الاتفاقيات تحت إدارة هذا الرئيس الذي أصلا يمثل تيار داخل حزب الجمهور الذي لا يريد أن تكون الولايات المتحدة جزء من ما يسمى سياسة دولية الولايات المتحدة يعتبر اليمين الأمريكي هي دولة مستقلة لهذا اليمين دعم خروج بريطانيا حتى من الاتحاد الأوروبي بالتالي العمل ضمن أي مؤسسات تولي بالنسبة لهم يمس السيادة الأمريكية وبالتالي كان ذلك تنسيق اقتصادي أو بيئي أو أسكري هذه الجهات تعتمد أنها خرق للسيادة الأمريكية فأنا ألن أكون مفاجئ إذا انسحبت الولايات المتحدة من كل الاتفاقيات التي هي موقع عليها قبل خروج الرئيس ترامب من الحكم طيب أخذ رأيك أيضا في مسألة الأوروبا سيد خالد قبل أن تقل العراق موضوع الأمن الأوروبي الأوروبيون هل فعلا هم الآن أمام خيارات صعبة إعادة تموضع القوات الأمريكية في العالم أيضا أو الأولويات العسكرية والاقتصادية الأمريكية حاليا هل ستؤثر أيضا في الأمن في التزام أمريكا بالأمن الأوروبي على الأوروبيين أن يتجوا بهذا الانتجاه عليهم أن يعتمدوا على نفسهم السياسة سياسة الانسحاب التدريج الأمريكي من بقاع أهم في العالم ليست فقط تحت ترامب هي بدأت خلال حكم الرئيس السابق أوباما الذي بدأ بتحديد الوجود الأمريكي وحاول حتى تخفيضه رغم خلافه مع وزارة الدفاع ومع البنتاجون في هذا الموضوع فأعتقد أن الأوروبيين دائما يتأخرون وفي كثير من الأحيان لا يأخذوا أو لا يتحركوا في الوقت المناسب أعتقد أن عندهم حسابات صحيحة عليهم أن يعتمدوا على نفسهم وأعتقد أن المستشار الألماني قالت ذلك قالت على الأوروبيين أن يبنوا قوة موحدة للدفاع نفسهم ويعتمدوا من الآن على نفسهم أعتقد أن البريطانيين لا يشاركون ألمانيا وهما العائق الأساسي في وجه أي موقف موحد أوروبي لكن خروجهم من الاتحاد الأوروبي يسهل على هذا الموضوع لا ننسى كذلك أن هناك بعض الدول من أوروبا الشرقية التي لديها حلف أو أحلاف مشتركة مع الولايات المتحدة قد تعمل على إعاقة مثل هذا الجهد الأوروبي من أجل تشكيل قوة أوروبية موحدة لمواجهة أي خطر على أوروبا طيب دكتور أمير السعدي نختم معك هذا الملف وننتقل بعده مباشرة إلى فاصل دكتور أمير باختصار التأثيرات المحتملة على المدى القصير لمثل هذه التحركات أو مثل هذه التطورات التي تحصل على الصعيد على المسرع الدولي أولا لن نشر كثير من عملية التأثر لا بل على توزيع أولا العنق الاستراتيجي لمصالح الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط في العنق الأفريقي أو حتى في أقصى آسيا وكذا الأمر مع روسيا الاتحادية أذكر على نقطتين رئيسيتين مهمتين ما زال العامل الداخلي هو المحرك لهذه الأزمة للولايات المتحدة الأمريكية وأذكر بأن سيد ترامب لحد الآن ما زال يطالب ويلوح للكونغرس الأمريكي والديمقراطيين بأنه ممكن أن يعلن حالة الطوارع حتى يستطيع أن يكمل هذا السور العظيم الذي يريد أن يبنيه بين مكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وهو لا يملك الأموال فمن أين سيأتي بالميزانية التي تدعم سباق التسلح مرة أخرى وأذكر بأن سباق التسلح قد بدأ ليس الآن من عدة عوام مضت لكن على مظلة خفيفة لم يعلن عنها لكن الآن يستثمر هذا الوقت وبالتحديد هذه الأزمة والأمر الآخر وهذه نقطة أيضا جدا مهمة أذكر بأن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت لحد الآن تحاول أن تستعرض قواها وتحاول أن تزج بهذه الأطراف لمحاولة خلق حالة فزع والصدام ورعب مرة أخرى حتى تزيد من رقعة بيع الأسلحة للولايات المتحدة الأمريكية على أقل تقدير الدفاعية والقبة الحديدية وهكذا داواليك والأمر الآخر وهذه النقطة الخاتمة إذا سمحت لي أذكر بأن ما زالت الأبواب الخلفية مفتوحة هناك ثعلب أمريكي للسياسة الخارجية الأمريكية سبق وأن استطاع بالأبواب الخلفية أن يجمع شتات الدب الروسي مع الفيل الجمهوري عندما احتدمت حلقة الصراع بين الطرفين الأمريكي والروسي بغرفة واحدة وستطاع أن يجتمع السيد ترامب مع السيد بوتين ويخفف شدة الأزمة بين الأطراف وبالتالي ستة أشهر مدة يمكن أن يعاد بهذا السيناريو حسب وجهة نظري طيب ضيوفي الكرام نتوقف ومشاهدين نتوقف مع فاصل بعدها مباشرة نفتح الملف الثاني في المسائب قوم عنه مجددا حياهم الله مؤلم لكل خليجي وعربي ومشجع رياضي حول العالم رؤية المعارك الكلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى صفحات الجرائد حول فوز قطر ببطولة آسيا للمرة الأولى تراشق أظهر بوضوح عمق الخلاف الخليجي والتدخل السياسي على جميع الأصعد هذا تقرير لملاك خالد الروح الرياضية تعبير عالمي عابر للرياضات عن تقبل الخسارة لكنه وفي بطولة رياضية خسر معناه ووقع في شرك السياسة تجلى غياب الروح الرياضية في عنوين الصحف الخليجية التي صدرت بعد تتويج قطر بطلة لآسيا على إثر منافسة استحق فيها المنتخب العنابي الفوز بحسب متابعين ومعلقين رياضيين لكن صحافة الدول الخليجية المختلفة سياسيا مع قطر تجاهلت الرياضة جملة وتفصيلا وركزت في تناولها الفوز القطري على العدد الكبير للعبين المجنسين في المنتخب كما فعلت صحيفة عقاد السعودية الصحافة الإماراتية التي تجنبت ذكرى قطر إلى الحد الأقصى في تغطيتها أخبار بطولة كأس آسيا التي ختمت في أبوظبي استنكرت تهنئة الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للدوحة بالفوز فيما لا يزال العرب يذهلون من تنافس أبوظبي والرياض ومسقط على الالتحاق بقطار التطبيع الذي افتتحت الدوحة سكته أصلاً عام 1991 أن يرفع المنتخب القطري كأساً رياضية على أرض كانت يوماً محيطاً حيوياً له فهذه خسارة برغم الفوز وأن يتحول محيط حيوي تاريخياً واجتماعياً وحضارياً إلى محيط معاد وأن تذكي الصحافة تحولاً كهذا بالإحالة إلى التقارب مع الاحتلال الذي كان عدواً للملك السعودي فيصل بن عبد العزيز وللشيخ الإماراتي زايد آل نهيان فهذا قتل للروح الرياضية حرفياً ولوحدة البيت الخليجي الذي اهتشار ذم أكثر يوماً بعد يوم عود إلى ضيوفي من جديد سيادة لواء دكتور فايز دويري أبدأ معك لماذا هذا يحصل حالياً في العالم العربي وهل هو سابقة جديدة في فضاء السياسة والثقافة العربية أم هو مكرر كان موجود سابقة دعنا نعترف صراحة بأن الأمة العربية تمر بحالة تردي كامل وهناك جملة من الأسباب وقد تستغرب المقاربة التي ستحدث بها إذا عدنا وانطلاقاً من ثورة الياسمين في تونس كان هناك قطار يسمى الربيع العرب انتقل من محطة إلى أخرى قد نتفق عليها أو نختلف على تقييمها ولكن أشعر كثير من النظم العربية بأن هذه النظم هي الآن مهددة وعليها أن تعمل على أحد مقاربتين المقاربة الأولى أن تقدم لشعوبها ما يجب أن يقدم خاصة في مجال حرية التعبير وحقوق الإنسان والعدالة والمساواة إلى غير ذلك أي بمعنى آخر تقليص دائرة نفوذ الأنظم الحاكمة في هذه الدول العربية أو يمكن أن تفقد عروشها كما حدث في اليمن كما حدث في مصر كما حدث في تونس كما حدث وبالتالي هي اختارت أن تحتفظ بدائرة النفوذ الاحتفاظ بدائرة النفوذ للأسف يقع ضمن أطر فلسفية محددة لكثير من الأنظم العربية النظام الوحيد لها هو أمريكا وبالتالي حتى تحقق الحظوة لدى الأمريكيين عليك أن تتقرب من الإبن المدلل لأمريكا وصاحب النفوذ القوي داخل المجموع سؤالي دكتور فايز أنه مباراة كرد قدم تلعب بين فريقين شقيقين وأي أن كانت النتيجة وأي أن كان الفائز لماذا حملت كل هذا كل هذا الخطاب الذي أخذ بعدا سياسيا بعد عداء اجتماعي بعد عدائي تاريخي يعني المسألة أخذت أبعاد كبيرة جدا أكثر مما هي يا سيدي أنا أوصف لك الحالة وأقول وبالتالي كان هناك تقارب تجاه إسرائيل وهذا ما أشر ليه التقرير في الدول التي تسعى للتقارب يضاف إلى ذلك ظهرت الآن الأزم الخارجي وما يتعلق بحصار قطر وبالتالي أعتبر أي بعد آخر يقع ضمن إطار التنافس مع دولة قطر حتى المستطير الأخذر أصبح الآن مؤثر بإطار سياسي وبالتالي اعتبار انتصار قطر يعتبر انتصارا سياسيا على دول الحصار للأسف هكذا كان الوضع وبالتالي نحن كنا أمام مشهد صراع سياسي وليس أمام لعبة كرة قدم على مستطير أخذر وهذا للأسف أنا بدأت حديثي وقلت نمر بحالي من التردي إذن عندما نتحدث عن حالي من التردي في الوضع العربي الراهن للأسف أصبحنا أشداء في العداوة على بعضنا البعض بينما نتقبل إهانات الآخرين رحماء على إعدائنا حتى نتقبل إهانات الآخرين نعم للأسف أستاذ قلت صفوري أيضا في هذه المسألة هنا ظهر عندما نتحدث عن أبعاد سياسية أو اجتماعية ظهر نوع من الخطاب المتدني حتى لا نستطيع أن نقول خطابا شعبويا لأنه في نهاية المطاف الشعوب لديها وعي لديها آراء متعددة لديها نخبها إلى آخره يعني عندما تعنون صحيفة مثلا إماراتية بأن الخاسر هو فريق كذا وليس الرابح هو الفريق العربي بينما بالمقابل تعتبر أطراف عربية بأن أربعة أهداف في وجه الإمارات هي شعار رابعة في إشارة إلى ميدان رابعة والإخوان المسلمين وغيره هل نحن أمام حالة متعمدة بمعنى أنه فيه نوع من التعمد لهذا أم أنه لاوعي التردي في الشارع العربي يظهر لأنه فيه وسائل إعلام متطورة الآن بينما الصراعات منذ الأزل بين الدول العربية بهذا الشكل لا للأسف الذي حصل هذا كان تتويج لحرب في الخفاء تحصل حقيقة ضد قطر وأنا أعيش في مدينة واشنطن وهناك تحالفات جديدة بنيت وعشرات الملايين تصرف في تحالف لدول خليجية معها جماعات لا أقول فقط صهيونية في أقصى اليمين الصهيوني من أجل الهجوم على قطر الأسبوع القادم شخص مثل دانيل بايبس يقوم بمؤتمر فقط عنوانه قطر وبتمويل دولة خليجية ودانيل بايبس ضمن الأشخاص المهمشين من ضمن 18 أكثر المعادين للإسلام في الولايات المتحدة شتم القرآن وشتم الرسول وشتم الإسلام وبدأ تاريخه أكثر من 20 سنة على شتم الإسلام كدين والمسلمين الآن يتم تحالف معه من قبل دول عربية من أجل فقط من أجل هدف واحد فهي حقيقة هي جزء من حرب أكبر من ذلك وكان تجسيد في هذه اللعبة شيء مؤسف حقيقة وأكثر ما يحزن أن الأسر موجودة في قطر كثير منها موجودة في السعودية وفي الإمارات والبحرين يعني تجد جزء من أسرة النعيم موجودة في الإمارات سيد خالد يعني الخلاف بالتالي أنا متأكد الخلاف السياسي العربي يعني ثقافة سياسية عربية دائمة عادة طوال تاريخ العرب هناك خلافات بين الأنظمة اللافت هنا أن الخلاف ينتقل إلى المجتمعات إلى الشعوب عبر وسائل الإعلام والخطاب والسوشال ميديا وغيره ما هي المخاطر هل ثمت مخاطر يعني الخلاف السياسي كان يحل بين السياسيين في قمة في مصالحة لكن الحقد بين الشعوب يستمر وله مخاطر ربما فيما بعد على سلم هذه الشعوب فيما بينها ليس كذلك لا شك في ذلك وأنا أيد الأستاذ دكتور دويري على ما قاله أنه هي جزء من معركة بدأت في الربيع العربي هناك رأيين في المنطقة العربية وإعتبار قطر كدولة خليجية ولديها نفوذ مالي وإعلامي واقتصادي كبير أن تقف إلى جانب الربيع العربي يعتبر بالنسبة لبعض الدول العربية الأخرى خطيئة كبرى ويتم اتهامها بأنها مسؤولة بشكل مباشر أو غير مباشر عن جزء من هذا الربيع العربي الهجوم المفاجئ على الإخوان المسلمين نحن نعرف أن الإخوان المسلمين احتضراتهم المملكة العربية السعودية أكثر من 50 أو 60 سنة وأعتقد لولا احتضان المملكة العربية السعودية لهم كل هذه الفترة لم يكن هناك تنظيم إخوان المسلمين بهذه القوة ولم يكن لا استمر لهذه الفترة وفجأة الانقلاب المفاجئ عليه ب180 درجة حقيقة غير المفهوم لو كان هناك خلافات أنا أعتقد كان في إمكان الدول العربية بأسلوب حضاري ومتحضر أن تجلس معا وتتفاهم فيها بدل أن تكون هذه المواجهة الشرسة التي تكلف الكثير من المال وأنا أريد أن أذكر أنه قبل حوالي سنة عندما كان ريكس تيلرسون وزير للخارجية الأمريكية استدعى سفراء دول خليجية واحتج على أن بعض الدول العربية كانت تصرف ملايين الدولارات في إعلانات تتهم قطر بأنه رائع الإرهاب في العالم وكانت الإعلانات في كل صباح مع الأخبار الصباحية في كل المحطات الأمريكية وأعتقد أنه صرف عليه أكثر أربعة أو خمس ملايين الدولار وزير الخارجية قال لأربع سفراء أعرب لثلاث سفراء أعرب والسفير المصري على أن الإهانات التي تكيلنا لقطر الشارع الأمريكي لا أعرف الفرق بين قطر والمنذك العربي السعودي والكويت وإذا استمرتم في ذلك أن تدسيوا لأنفسكم وليسوا لقطر وطلب منهم أن يوقفوها وأوقفوها بالتالي حتى الشعور بأن الضرر يتم بشكل شامل على كل الوجه العربي عندما تمول دولة عربية هجوم على دولة عربية أخرى في الكثير من الأحيان الضرر يشمل العرب العرب جميعا العرب جميعا وعندما يتم الهجوم على الإخوان المسلمين التأثير جزء كبير منه يؤثر على الإسلام وبالتالي الضرر يرتد حتى على الدول التي تمول مثل هذه الحملات ولكن حقيقة شيء مؤسف وأعتقد أن الكراهية وصلت إلى هذه الدرجة لأنه لا أصبح من غير الممكن أن ينظر إلى الواقع بشكل منطقي أعتقد أن العداء وصل إلى درجة لا نستطيع أن نرى الأخطاء التي نقوم فيها في الوقت الذي يزداد فيه خطاب الكراهية أو الحقد كما استعمل تعبير الأستاذ خالد صفوري خطاب الكراهية بين الدول العربية بهذا الشكل فإن خطاب آخر بالمقابل يستخدم الخطاب اللين الخطاب الودي تجاه إسرائيل وتأتي إسرائيل تحت شعار أنه الرياضة ليس لها علاقة بالسياسة تأتي فرق إسرائيلية وتلعب ويقال هذه روح رياضية في عملية ازدواجية غريبة دكتور أمير الساعدي في هذا المجال ما الذي يحدث هذا صحيح جدا دعني أعرض بعض المشاهد أو الصور التي على قد تقدير أنا تلمستها بشكل شخصي وبما حصل من قراءات على المستوى العربي والمسلم أنظر ماذا فعل رئيس وزراء ماليزيا عندما منع الوفد الرياضي كيف تكالبت عليه مؤسسات الإعلام والدول التي تقول هي حرة وديمقراطية وتدعم هذا الأمر كيف دعمت الآن ماذا يحدث في مجلس التعاون الخليجي لم تفعل الشيء الكثير ولم توازن بردة الفعل مثل ما فعلت مع ماليزيا والأمر الآخر أنا شهدت على أقل تقدير في مؤتمر إعلامي دولي في دولة الإمارات في عام 2009 عندما كان يناقش هذا المؤتمر حرب غزة أنا ذاك وكيف كانت المجازر تدار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد الفلسطينيين انبر جدوى الإعلام وصعد أحد الصحفيين الفرنسيين المشهورين أنذاك واتهم دولة الإمارات قال أنا تعجب منكم أن تتريدون الآن تناقشون هذا الأمر وتحمون القضية الفلسطينية فقدر التواصل مع الدكتور أمير الساعدي للأسف الشديد سنتابع هذا التقرير في هذه المسألة حول مباراة كرة القدم بين الإمارات وقطر خلال كأس آسيا والتي هي كانت منطلق ربما لمراقبة كثير من الشعوب العربية لما جرى بعد هذه المباراة من إعطائها هذا الطابع السياسي نتابع هذا التقرير ونعود مباراة كثيرة جرت في تاريخ كرة القدم حضرت فيها السياسة في الملعب أكثر من قواعد اللعبة نفسها بطولة كأس آسيا الأخيرة ومواجهة الإمارات وقطر تحديدا مثال حي على ذلك وشاهد على كيفية تصدير الخلاف السياسي من الحكومات إلى الشعوب ليس مألوفا بين بلدين عربيين مهما بلغت درجة الخصومة السياسية بينهما أن يلجأ جمهور أحدهما إلى رمي الأحذية والزجاجات على لاعب المنتخب المنافس لم يكتفي المشجعون الإماراتيون بذلك بل أطلقوا صيحات الاستهجان خلال عزف النشيد الوطني القطري في بداية المباراة اختلقوا اختلطت المفاهيم عزف النشيد الإسرائيلي على الأراضي الإماراتية للمرة الأولى لم ينجح الوقت في مداوات الندوب التي أحدثها حصار الإمارات والسعودية والبحرين على قطر بل ساهم في تعميقها لم تترك دول الحصار منصة إعلامية ولا عملا دراميا أو فنيا إلا واستخدمته للتشهير بقطر والهجوم عليها وجرى قطع الأرحام وتشريد الأسر وتفكيكها في قصص مأساوية وعبر القنوات الرسمية الحكومية والرموز السياسية والإعلامية والثقافية لدول الحصار تم تسييس الدين والرياضة والفن والثقافة بأسلوب بعيد عن أخلاقيات القيم المشتركة اللافت أن ما تعرضت له قطر من ظلم الأشقاء فعلته هي نفسها مع سوريا عندما أرادت تدفيع الشعب السوري ثمن خلافها السياسي مع الرئيس بشار الأسد الأشقاء يختلفون هذا بديهي مسؤولية الحكومات تكمن في حصر الخلافات فيما بينها وعدم تصديرها إلى الشعوب دكتور أمير الساعد انقطع التواصل بيننا أرجو أن تتفضل بإكمال فكرتك شكرا لك طبعا أذكر بأن ما جرى أنا ذاك في هذا المؤتمر بأنه انبرى هذا الصحف الفرنسي وعاتب الإماراتيين أنا ذاك بين أنتم تقومون به خالف ما تدعون له في المؤتمر هو عملية الترويج لواحدة من سلسلة دور الأزياء الإسرائيلية داخل هذا الفندق الذي قام فيه المؤتمر فأين حربكم وأين مقاطعتكم للبضاعة الإسرائيلية وهكذا داوالك لم يستطع أي إماراتي أو أي أعربي حاضر في المؤتمر أن ينبث ببنت شفا على هذا الصحفي والأمر ينعكس الآن أو ذكر بأن هذه بواعث لم تكن جديدة في مقدمتك الكريمة قبل قليل لسؤالك بضيفيك الكريمين ذكرت هذا الأمر هناك بواعث قديمة وتاريخية أو ذكر ماذا حدث في لعبة كرة القدم بين العراق وقطر عندما قام أحد لاعبي قطر أنذاك عندما فاز العراق على قطر قبل عقدين من الزمان أنذاك الأسف أقول من يودير هذه النقطة الأهم وهذا هو محور السؤال الأهم في سؤالك السابق والحالي الطبقة من الأمراء والشيوخ من الشباب الذين ما زالوا في أعمار متقاربة كأنها حلقة صراع شخصية وصلت إلى كسر العظم بين هذه الأطراف ولم ترجع إلى حكمة رجال الدولة مثل ما كان يفعل على القل تقدير أمير دولة الكويت في محاولة هذا الشعف ومثل ما فعل سلطان قابوس في عمان وهكذا دوليك نفتقد إلى هذه الحكمة في عدم توسيع رقعة هذا التشضي وعملية الاحتراب الداخلي من يفعل هذا الأمر هو التكنولوجيا المتقدمة وجيوش الألكترونية للأسف أقول المالي التي ما زالت معدة وتشتغل هنا دكتور أمير لا نستطيع أن نقطع دابر سياسة عن تلك الأطراف لكن نحتاج نعم حول موضوع العمل في الفضاء الكتروني أو الجيوش الألكترونية أو السوشال ميديا وغيرها سيادة اللواء دكتور فايز دولي هناك ظواهر أكيد حضرتك تتابعها ظهرت خلال فترة هذا الخلاف تحديدا الخلاف الخليجي أشخاص يتحدثون على أنهم إعلاميين أو كتاب أو مثقفين والخطاب الذي يتوجهون إليه للجمهور عبر اليوتيوب برامج يوتيوب أو حتى بعض المقاطع التي تنتشر على الهواتف يخضون فيها بالأعراض ويتحدثون فيها عن الديانات ويتحدثون فيها عن الأمهات يعني فيه نوع من الخطاب الغير مقبول حتى اجتماعيا في المجتمعات العربية والمجتمعات الإسلامية هل هذه ظواهر أفرزها الخلاف أم أم هي متعمدة يعني هؤلاء أدوات يعني يعني يا سيدي أولا المجتمع العربي حتى من الخليج إلى المحيط هناك قيم مجتمعية فاضلة يتمسك بها العربي ما يتعلق بالكبرياء والشرف والكرامة وسون العرض هذه قواسم مشتركة بين كل الشعوب العربية وهي تعتبر من القيم الأخلاقية الفاضلة التي انتقلت من جيل إلى جيل عبر قرون حتى بعض هذه القيم هي تعود إلى قبل الإسلام ووعد البنات كان خوفا على العرض وخوفا على الشرف والكبرياء لكن نحن الآن أمام ظاهرة ما أطلق عليها الذباب الألكتروني نحن أمام ظاهرة علماء السلاطين موجودين تاريخيا ولكن تأثيرهم ازداد واتسع انتشارا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الآن عندما ينبري رجل دين يوظف الدين لخدمة توجهات السلطان أو الحاكم هذا يصبح شيخ السلطان وليس شيخ دين الذباب الألكتروني أو ما أطلق عليه الذباب الألكتروني هذا يمارس مجموعة هي أنا أسميهم لاعقي أحذية الحكام لأنهم يتخلوا عن منظومة القيم الإنسان الذي يتمسك بمبادئه وقيمه ودينه وأخلاقه يجب أن لا يخوض في الأعراض أنا عربي أنا أردني ضيفك الآخر يتحدث من بغداد هذا شقيقي هذا عمقي الاستراتيجي هذا ظهيري وبالتالي النقاط الجامعة بيني وبين وأكثر من النقاط التي تفرق هذا الأساس ولكن ظهرت لدينا الآن ما أطلق عليها مجموعة الذباب الألكتروني وهم ليسوا بإعلاميين هم يدعوا أنهم إعلاميين ليسوا برجال دين الدين منهم بريح وبالتالي هناك فئة مأجورة استاجرت الأنظم العربية وبالتالي أطلقت هذا الذباب الألكتروني وطغى يعني أنا الآن إذا نظرنا إلى حقيقة الشعب الإماراتي والشعب السعودي ليس من المطلق يعاني الشعب القطري لا يوجد مشكلة بين الشعوب ولكن نحن الآن نتحدث عن ظاهرة محددة لدى أشخاص وصوليين يعتقدوا أنهم يخدموا توجهات الحاكم وبالتالي هم على خطأ هؤلاء مصيرهم إلى مزبلة التاريخ لماذا؟ المشاكل العربية تحل في بوس عندما يلتقي أمير قطر ينتهي كل هذا وهذا الذباب الألكتروني يوضع في مزبلة التاريخ إسمح لي أختم مع الأستاذ خالد الصفوري من حيث انتهيت سيادة اللواء هل تعتقد أن الأمور يمكن أن تعود إلى المربع الأول أو تعود إلى سابق عهدها بعد كل ما جرى وهل فعلا المصالحات العربية التي تجري بين الزعماء تنهي حالة الكراهية كلها في هذه الفترة التي كنا نتابع في هذا الخلاف كلنا أمل ورجاء أن يحصل ذلك حقيقة الخسارة الهائلة للأمور العربية بسبب هذا الخلاف هي فادحة والخسارة في كل النواحي اقتصاديا الوضع العربي يعاني من اقتصاد والمال الاستثماري يفر من أو يخرج عندما يكون هناك عدم استقرار كل هذه الأمور تثير حفيظة المستثمرين نحن نشاهد اقتصاديات حتى الدول الخليجية ليست في أحسن وضع لها هناك بطالة مرتفعة هناك مشاكل بدل أن يتم توجيه المصادر مصادر الدخل إلى البناء وإلى التنسيق مع بعض جزء كبير على الحملات والضاعة ضاعة في هذه الصراعات التي لم يستفيد منها إلا أعداء العرب والمسلمين نعم شكرا جزيلا لك أستاذ خالد صفوري المستشار السياسي لمركز ميرديا للدراسات الاستراتيجية من واشنطن لواء دكتور فايز دويري البحث بشؤون العسكرية والاستراتيجية من عمان دكتور أمير الساعد الخبير في شؤون سياسية والعسكرية من بغداد أيضا شكرا جزيلا لك ومشاهدين المسائي انتهت في ختامها تذكير بعناوين ملفات هذه الليلة بوتين يرد سريعا على قرار ترامب ويعلق المشاركة بمعاهدة الصواريخ متوسطة المهدى فليدخل القطبان في سباق تسلح جديد التنافس على كأس آسيا يبرز مجددا حجم الخلاف الخليجي وانسياق المواطنين وراء قادتهم في زيادة التنافر فيما الأبواب مشرعة أمام إسرائيل لمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا في الانترنت باللغتين العربية والاسبانية إلى الإخطار